بدأت أمانة جدة منذ نوفمبر 22 الماضي هدم أحياء سكنية وتجارية في المدينة في إطار مشروع وسط جدة عمليات الهدم المعروفة باسم هدد جدة ما زالت مستمرة وتثير جدلا على وسائل تواصل الاجتماعي بي بي سي التقت أحد المستثمرين في مجال التجارة جاءوا في ليلة وضحاها وكتبوا بالخط الأحمر عبارة إخلاء ومنحون عشرة أيام وبعدها قطعوا الكهرباء فأجبرنا على المغادرة هناك حوالي سبع عشر تحارة تم تدميرها والباقي في الطريق لقد أعطوا الناس مهلة إلى ما بعد رمضان يريدون أن يتركوهم ليفرحوا برمضان وبالعيد ومن ثم يقومون بتدمير البيوت فوق رؤوسهم تشمل مساحة الهدم 240 مليون متر مربع وتصنف أمانة جدة 64 حيا على أنها عشوائيات وأنها أبنية غير مرخصة وبعضها آيل للسقوط وتفتقد للبنى التحتية وتشكل بؤرا للمخدرات والصرقة تخيل عشرة ألاف مجهول هوية وبعد أن هدمها فقط 12 حي انخفضت الجريمة بنسبة 12% تم القبض على مثلا مبالغ بقيمة 60 مليون ريال هذا ككاش فقط مبالغ في غيرها مع الذهب والمصوغات في المطارات التي حاول يهرب أمانة جدة تؤكد أنه سيتم تعويد من يملك سقة ملكية ويمكن للمتضررين الاعتراض على قيمة التثمين ويحق لأي مالك عقار الاعتراض على قيمة التقدير أمام ديوان المظالم خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغ القرار هناك أمر ملكي صادر أتصور 2017 صادر من ملك سلمان بأنه يمنع قبول أي تظلم في موضوع هدم أو تنفيذ هذه المشاريع من هذا النوع ولكن من يعود من استثمر ولا يملك سقة ملكية خسرت أكثر من أربعة إلى خمسة ملايين ريال في مكان رزقي عمارتي كانت تؤمن لي دخلا قدره 200 إلى 300 ألف ريال في السنة هل سيعطوني هذا المبلغ في حال قرروا تعويدي وأصلا حتى الآن لم يتم تعويض أحد لا يوجد شك أن صاحب الحق لن يخاف وسيف يطالب مثلا خذ مثال سابقا على بوابة الدرعية لماذا لم نسمع هذه الأصوات لوجود نسبة كبيرة للسعوديين لكن في عشوائيات جدة أثبت أن جل النسبة من غير المقيمين الاعتراض على هدى الجدة يتم بسرية في داخل المملكة عبر حسابات وهمية وأسماء مستعارة أما في الخارج فشهدت العاصمة الأمريكية وقفة اعتراضية على مشروع الهدم أكثر من نصف مليون مواطن سيخسرون منازلهم ومبانيهم التجارية تم هدم الكثير من المدارس والمستشفيات أيضا بإدعاء أنها قديمة أو غير صالحة ألاف المواطنين اليمنيين سواء من لديهم إقامة مشروعة أو إقامة منتهية تم ترحيلهم إلى اليمن عبر باصات وتم كلبشت أيديهم وإرسالهم وهناك كثير من السودانيين والأفارقة تولى فاعلو خير وجمعيات خيرية محلية تأمين مساكن لكبار السن ومحدود الدخل أما الباقون وعددهم بالآلاف فسكنوا مناطق كمكة والمدينة أو مدن ريفية مسترين حطوم بي بي سي